السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تلميذ الصفر الخامس المدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية النهاردة الدرس بتاعنا في المحور الرابع مسؤولياتي تجاه نفسي وعالمي وفي الموضوع الثالث دعوة للأمانة ودرسونا اليوم بعنوان النقود الضائعة بتاعنا نستعرض مع بعض كده أحداث الدرس بتاعنا هيا بنا نتعرف تجربة محافظ النقود الضائعة أجرى فريق من الباحثين بجامعات أوروبية تجربة في إطار الدراسة شارك بها آلاف الأشخاص من 40 بلدة حيث تم أعطاهم محافظ نقود ضائعة لرصد تفاعلهم في مواقف مماثلة وألقى أشخاص متعاونون مع الباحثين أكثر من 17 ألف محافظة بواقع 400 مرة في كل بلد وكانت كل محافظة تحتوي على ثلاث بطاقات شخصية عليها عنوان بريد إلكتروني وقائمة وقائمة تبضع يتسوق ومفتاحا وكان بعض هذه المحافظة خالية من النقود فيما كان بعضها الآخر يضم بعض النقود وتمت أعادة 40% من المحافظة الخالية جميل يبقى بيقولي أولاد هم مدرشة هذين يقيسوا مستوى الأمانة والتمسك بها في بعض الدول فقام باحثون أوروبيون بتجربة وطبعا شارك فيها آلاف من الأشخاص من بلاد مختلفة تم إعطائهم محافظ نقود ضائعة ضاعت من أصحابها وألقوا 17 ألف محافظة بواقع يعني بمعدل كل بلد تم إلقاء 400 محافظة بيها وكل محافظة تحتوي على ثلاث بطاقات شخصية عليها عنوان بريد إلكتروني وقائمة تبضع ومفتاحا بحيث طبعا يوصلوا لأصحابها وكانت بعض هذه المحافظة خالية من النقود تعرف على بعض المفردات ونشوف كده هيتصرفوا مع هذه المحافظة كيف معنى تبضع مضوط خالية بيقولي أولاد كم عدد المحافظة المستخدمة فيه التجربة 17 ألف محافظة جميل تعالنا نشوف أولاد بعد إلقاء هذه المحافظة تم إعادة 40% من المحافظة الخالية من المال في مقابل 51% من المحافظة التي تحتوي أموالا يعني هنا المحافظة الخالية من المال تم إعادة 40% منها أما تحتوي على أموال تم عادة 51% من هذه المحافظ وكده قدروا يكتشفوا تباينا بين الدول في مستويات الأمينة معنى تباينا اختلافا ومفرد المحافظ المحافظ ما الذي كشفته تجربة محافظ النقود الضائعة؟ تباينا بين الدول في مستويات الأمينة أمين تعني تعرف يا أولاد على مفهوم الأمينة الأمينة بتعني الحفاظ على ما يؤتمن عليه الشخص من ودئع طبعا الإنسان لابد أنه إذا ترك عندك شخص وجيع ميلا أوراقا أشياء مهمة فلابد أن أنت تحافظ عليها وتعيدها لصاحبه عند طلبه بيقول لأولاد سفة الأمينة مقابلها الخيانة يعني الشخص الأمين مقابله الشخص الخائن وطبعا الأمينة لا تتمثل في الودائع فقط ولكن لابد أن تشمل الأمينة جميع جوانب الحية تعال كده نشوف سؤال حبيبنا المتفوقين أمام فهوم الأمينة هننتظر إجابتكم وتفعلكم معنا في التعليقات بيقول لأولاد زي ما قلنا الأمينة لابد أن تكون حاضرة بكل جانب في حياة الفرط يعني الأمينة لابد أن يشتمل عليها لا تشتمل على الأموال فقط وأعدتها لأصحابها لأن طبعا الأمينة من أسمى الأخلاق الإنسانية وزي ما قلنا أن هي رد الودائع لأصحابها والايتمان عليها وأن احنا نؤديها على أكمل وجه بدون تقصير وزي ما قلنا أن الشخص لابد أن هو يحافظ على هذه الأشياء بشكل صحيح وزي ما قلنا أن الأمينة لا تنحصل في شيء واحد ولكن لابد أن تكون حاضرة في كل جانب من حياة الفرط تعالوا تعرفوا على جوانب الأمينة الأمينة حاضرة بكل جانب في الحياة الفرط فليها العديد من الجوانب منها الجانب المادي ويتمثل في أداء الحقوق المادية إلى أصحابها كما هي دون نقصون أيضا الجانب المعنوي ويشمل القيم والمبادئ التي يلتزم بها الإنسان في حياته والتي تشمل أيضا رسالة التعليم والتزام منظومة القيم والأخلاق الرفيعة فهذه كلها أمانات مؤتمن عليها الإنسان يبقى إحنا أولاد تعالوا كده مع بعضي تاني قلنا جوانب الأمينة أو جانب مادية يعني شخص اقتمنك على بعض النقود أو بعض المعادن النفيسة أو غيرها ده جانب مادية حقوق مادية فطبعا تحافظ عليها كاملة دون نقصون وترضاه لصاحبها عندها طلبها عندي الجانب المعنوي وده شيء غير ملموس ولكنه قيم أن احنا تلتزم بالقيم والمبادئ التي تعلمتها في حياتك لا تلتزم بها أمام الناس فقط ولكن تلتزم بها في السر والعنن فإذا لم يكن الأشخاص تراكا فإن الله سبحانه وتعالى يراك فلابد أن تحافظ على القيم والمبادئ أيضا من هذه القيم كالتعليم وحفظ السر يعني شخص اقتمنك على سر لابد أن تحفظه ولا تبوح به لأحد وأيضا أمانة التعليم إن أنت تعلم الشخص أو إذا كنت تعلم شخص فلابد أن تكون أمينا في تعليم وتعطيه المعلومة كاملة تعالى نتعرف على الجانب الثالث الجانب العلمي ومن الأمثل أيضا على الأمانة أمانة العلم فتعلم العلوم على الوجه المطلوب أمانة وأمانة التعليف والنشر بأن يلتزم الدقة العلمية في تقليفه ونشره من ناحية صحة المعلومات ودقتها جميل يبقى أنا عندي جانب علمي أن احنا أمانة في العلم أن أنت تعلم الشخص تعليما كاملا أيضا وأنت بتذاكر أن أنت يكون عندك أمانة في المذاكرة أمانة التعليف الشخص اللي بيؤلف الشخص اللي بينشر وخاصة في النشر أننا لا ننشر شيء يكون غير صحيح حتى لو أجي إلى نشر الفوضى أو الخلافات والصراعات بين الناس والتزام الدقة في نشرها وتكون طبعا معلوماتك صحيحة ومؤكدة يبقى لو قال لي كده سؤال في ما تتمثل الأمانة في الجانب المجي لحياة الفرد قلنا في أداء الحكوك المادية إلى أصحابها جميل عندي الجانب الرابع الجانب العلمي وتتمثل في قيام كل صاحب وظيفة بدوره بشكل مسؤول أن أنت يكون عندك أمينة كل شخص أمين في عملي الطبيب أمين في تشخيص حالة المريض تشخيصا صحيحا في حفظ أسراره في أعطائها العلاج الصحيح المعلم أمينا في وظيفته في أعطاء المعلومة كاملة للتدميز ومراعاة الله سبحانه وتعالى الأمة أمينة في تربية أمنية كل شخص أمين في مجاله ومسؤول فيه عندي الجانب الخامس الجانب البيئي كان واجب على الإنسان أن يشكر الله ويحمده على ما يصخر له أو هي أو زلل له من بيئة وأن يحسن استخدامها واستغلالها لمصلحته دون تدمير أو تلويث أو إفساد جميل يبقى احنا كده تعرفنا على خمس جوانب وطبعا بيقول لأولاد أن الإنسان لابد أنه هو يكون مسؤول بهذه الجوانب ويتحمل تبعات التقصير يعني أنه هو النتائج المترتبة على التقصير هو الذي يتحملها كلمة التبعات معناها نتائج وجمع وظيفة وظائف هتعرف على بعض الأسئلة اذكر بعض سور الأمانة فيما تتعلق بالجانب العملي لحياة الإنسان قيام صاحب الوظيفة بشكل مسؤول يتحمل تبعات التقصير بيقول لأولاد طبعا العالم كله يحتاج للأمانة من أجل نشر عوامل الأمن والأمان إن الشخص عندما يكون هناك أمانة لابد أن ذلك يؤدي إلى نشر الأمن والأمان فنحن لا نحتاج إلى قوانين صارمة يعني الإنسان لا يحتاج إلى قوانين صارمة وشديدة بقدر احتياجه إلى نشر مبادئ الأمانة إن احنا ننشر مبادئ الأمانة وزي ما قلنا الأمانة في مديا ومعنوين حتى نقضي على جوانب الضعف في المجتمع لأن الاتزام الأمانة إن الإنسان إذا كان إنسان أمين في عمله فسوف يؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج وزيادتها ورفع الاقتصاد وغيرها الأمانة في المذاكرة فتزبح إنسانا نفع لنفسك ولوطنك فبذلك نحتاج إلى الأمانة وللقضاء على جوانب الضعف في المجتمع فهيا بنا نغرس ونزرع خلق الأمانة في النفوس هيا نتعرف على معاني بعض المفردات معنا نغرس هيا نزرع مفرد عوامل عوامل جميل وصلنا لسؤال حبيبنا المتفوقين السؤال بيقول أجب اقترح فكرة لنشر مبادئ الأمانة في المدرسة وبكده نكون أولاد وصلنا لنهاية درسنا وعلى وعد باللقاء آخر في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة